أهلا بكم من جديد مصطلح سمعناه في الأيام اللي فاتت واسمعناه بيتردد كتير في المؤتمر وأعتقد حنفضل نسمعه الفترة الجاية مصطلح الاقتصاد الأخضر مصطلح قائم بقى على فكرة إنه إنعكاس للمشاريع الصديقة للبيئة اللي بتستخدم تكنولوجيا جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وكمان بيخلق مزيد من فرص العمل خلينا نتكلم عن مشروعات الاقتصاد الأخضر والرقمنة ودورها في التكيف مع التغيرات المناخية معضفنا الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أهلا وسهلا أهلا وسهلا السيد زمانا والجمهور الكريم سبع الخير خلينا قبل ما نتكلم بالتفاصيل نربط إيه العلاقة بالاقتصاد الأخضر والرقمنة وفكرة التكنولوجيا الجديدة إزاي دخلها في كل حاجة الحقيقة أولا الاقتصاد هو الاقتصاد لكن الاقتصاد علماء الاقتصاد دلوقتي صنفوا بألوان معينة أهمهم الاقتصاد الأخضر الاقتصاد زمان كان يدوبك الأنشطة الاقتصادية وارتبطها بالمكاسب من أكثر من عشر سنين ربطوا بالجانب الاجتماعي لأنه ما كانش بيراعي الجانب الاجتماعي بأنه كام سنة للوقتي ربطوا بالبيئة فالاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي ينبعث منه أقل امبعاثات كربونية إذا نقول هو الاقتصاد صديق للبيئة أولا ليه حطوا له رمز الأخضر لأن الرمز الأخضر هو رمز النماء رمز الحياة على سبيل المثال إشارات المرور لما تبقى خضرة الواحد يمشي صحيح طيب الاقتصاد دوت مبني على حاجات كثيرة جدا أولا استبدال الوقود الإحفوري بالطاقات الجديدة والمتجددة زي الطاقة الشمسية زي طاقة الرياح ندخليني النهاردة في الطاقة الهايدروجينية الطاقة الهايدروجينية أحيانا على فكرة ما يقوله الهايدروجين الأخضر هو مش لونه أخضر ولا حاجة لكن كلمة الأخضر لارتباطه بالبيع طاقة اللظيفة طيب هو النهاردة بيجيبوه زي الطاقة الهايدروجينية دي بيفصل المية المية تركيبها كيميائي H2O زرتين هيدروجين وزر أكسجين بيفصلهم خد الهايدروجين ميزة الهايدروجين على سبيل المثال في الحروب وربنا ما يوري حد القنابل الهايدروجينية بتطلع طاقة كبيرة جدا فهم استغلوها بقى هنا في السلم طاقة الهايدروجين هتولد طاقة توفرها أكيد بقى هتدير والقدرة على انتاجها من غير محبوب في المشكلة مصانع وغيرها وغيرها ده بقى باستهدام الرقمانة والتكنولوجيا طبعا هو إيه اللي بيحدث التكنولوجيا النهاردة هي المحرك الرئيسي لكل الأنشطة الاقتصادية تسمحيلي بس في لحظة واحدة هعددلك العشر أنواع من الاقتصاديات اقتصاد الأقدر قلناه الاقتصاد الأبيض جديد الاقتصاد الأبيض هو الاقتصاد الرقمي المبني على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاقتصاد الأبيض سموه كده لأنه هو ده أكبر اقتصاد في العالم وحجمه في العالم حوالي 25 تريليون دولار يعني تقريبا ما يقرب من سبع أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كلها وأكبر من اقتصاد أمريكا الاقتصاد الأبيض هو أقل من بعثات كربونية أيضا لأنه هو بيعتمد على ألياف ضوئية ألياف ضوئية وزي ما قال في اللقاء اللي فات مع معالي الوزير بيعتمد على الألياف الضوئية بيعتمد على تقليل الانتقالات ما بين الناس أنك بتاخد خدمية ده كنت قاعد في البيت صحيح ما بتاخدش سيارتك ما فيش وسائل الانتقال بتقدي إلى انبعافيات كربونية كمان الاجتماعات النهاردة على مستوى العالم اجتماعات عن بعد كل شركات الملتي ناشنال كل واحد قاعد في بلده في مكتبه وبيكتمع كأنهم على طرابيزة واحدة إذن الاقتصاد الأبيض هو الاقتصاد اللي حيعم الأكبر طيب عندنا بعد كده الاقتصاد البنفسيجي الاقتصاد البنفسيجي هو الاقتصاد المبني على الفنون والثقافة والإعلام الرقمي عزرا للمقاطع دكتور احنا خلينا النهاردة نربط ما بين الاقتصاد الأبيض والاقتصاد الأخضر عشان ما يدعش بعد فقراتنا في مناس ونعت في فقرة كاملة لكن الاقتصاد الأخضر بالتكنولوجيا التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الأخضر ليه؟ النهاردة كل الأبحاث اللي المفروض تتعامل على إعادة تدوير المخلفات واستخدامها بصورة أخرى هي بتعتمد على التكنولوجيا المصانع ومحلات اللي على السواحل كلها اللي فيها تحليط المياه كلها بتعتمد على الأبحاث الخاصة بالتكنولوجيا حتى الهايدروجين الأخضر الدرجة الأولى منه هو بيعتمد على التكنولوجيا ووسائل تكنولوجية في فصل الاكسوجين عن الهايدروجين ثم كمان زي ما بنقول تقليل تنقل الناس النقل الزكي هو معتمد بالدرجة الأولى على الاعتماد على التكنولوجيا المدن الزكية الجديدة والمدن الخضراء مبنية على تكنولوجيا ليلة النهاردة لأن تكنولوجيا المعلومات فيها تطبيقات الصورة الصناعية الرابعة يعني على سبيل المثال مدينة زكية تدور تماما باستخدامات تكنولوجيا دكتور بما أن حضرتك تحدثت عن المدن الذكية تحديدا وما لها من فوائد لمواجهة ظاهرة تغيرات المناخ تحديدا أريد أن نعرف الدور اللي لعبته مصر الجمهورية الجديدة تحديدا لتوجه للاقتصاد الأخضر وربطه بفكرة الاقتصاد الأبيض أيضا أو التكنولوجيا أولا مصر وضعت من أوائل الدول اللي وضعت استراتيجية الاقتصاد الأخضر في دول كتيرة ما حطتش هذا الكلام صحيح احنا كنا سبقين إلى حد كبير هقول لحرك معلومة أول مؤتمر للتغيرات المناخية عقد في ريودي جانيرو 1972 كان يرقص هذا المؤتمر العالم المصري الدكتور مصطفى كمال طلبة وكان رئيس أكاديمية البحث العلمي في مصر وهو اللي وضع قمة الأرض وحط البروتوكول الأولي لاتفاقية الأطراف للأمم المتحدة اللي اعتمدت بعدها بسنتين إذن مصر سبقها ومشاركة في هذا الكلام من أوله طب مصر عملت مشاريع كبيرة جدا في هذا الكلام من أهم المشروعات اللي عملتها مصر إنشاء أكبر محطة الطاقة للطاقة الشمسية في بنبان صحيح طب دي النهاردة بتضخ غير محطات طاقة الرياح اللي على سواحل البحر الأحمر إذن إحنا تنتم بغير أن بالأمس تم توقيع أيضا أو الأمس تم توقيع تتفاقية خاصة بأكبر طاقة رياح وبغير الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأخضر إحنا مصر بتستهدف خلال السنوات القادمة هيكون عندنا حوالي أكثر من 40% من الطاقة طاقة نظيفة دي أول حاجة انت داخل في مشروعات المفترض 46% اعتقد 20-30 اه ومنتظر وحد زيد انت داخل النهاردة في أكبر مشروعات للنقل الزكي الصديق للبيئة الصديق للبيئة معناها ايه ان كل الانتقالات بتاعتك سواء السيارات تشغل بالغاز او الكهرباء جميع المواصلات اللي جاية الجديدة سواء الكطار السريع او المونوريل او الكطار الكهربائي كلها بتشتغل بالطاقة النظيفة اذا بتقلل انبعاثات حتى مشروعات التحول الرقمي اللي اطلقها فخامة الرئيس كلها بتقول ايه بدل ما يتحرك في الشوارع 4-5 مليون للحصول على خدماتهم من الوزارات والجهات لا قعد في البيت واخد تطبيقاتك من خلال منصة مصر الرقمية او تطبيقات الموبايل علاوة على انشاء 30 مدينة زكية صديقة للبيئة تدار تماما بواسط التكنولوجيا المعلومات سواء البنية التحتية البنية التحتية التكنولوجية الأمن حيبقى فيه حاجة اسمها تطبيقات الزكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وانترنت الأشياء بتعرف كل حاجة في المدينة سواء أمن بنية تحتية إعادة تدوير المخلفات التعرف على الطقس وغيرها حتى الأنشطة الاقتصادية كلها ستبقى تدار من خلال تكنولوجيا المعلومات يعني تطبيقا لما ترى مصر في الفترة القادمة إنها تكون مركز للطاقة الجديدة في المنطقة أو إنها تكون تعيد تشكيل جغرافيا السياسية للمنطقة إن تكون هي المركز الرئيسي للربط بين الطاقة النظيفة خصوصا إحنا يمكن عندنا 20 مشروع في المنطقة العربية أو ما يوازي يعني 20 مشروع في المنطقة العربية للطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر منهم 8 موجودين عندنا في مصر فكرة محاولة التأكيد على قيادة مصر للمنطقة العربية والأفريقية بصفة عامة في مشروعات الطاقة وجعل مصر معبر للطاقة أو الربط بين المنطقة العربية وأفريقيا وأيضا المنطقة العربية وأوروبا ده من خلال المشروعات الكتير اللي مصر اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت ومحاولة تعزيزها في الفترة القادمة يمكن عندنا أكتر من بلد عربي عندها مشروعات للطاقة المنطقة العربية ماشية إزاي في خطوات للتحول للطاقة أولا الحقيقة فيه تكامل كبير جدا في المنطقة العربية وإحنا لاحظنا هذا الكلام في مؤتمر القمة الأخير كان في الجزائر إن فيه توافق أولا عشان مصر تستضيف قمة كوب 27 كان فيه مباحثات كتير أنها تكون الممثل الوحيد لأفريقيا والمنطقة العربية مصر هي المركز الإقليمي لمنتدى الغاز شرق المتوسط اللي دخلت فيه دول كتيرة ودول الخليج حتى الدول الأوروبية وأمريكا مصر هي المعبر الرئيسي من خلال قناة السويس للتجارة العالمية وهي المعبر الرئيسي من خلال الكابلات البحرية الناقلة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسيا إلى أوروبا لأن هذه الكابلات اللي بتمشي في قاعة المحيطات والبحار بتمر من قناة السويس إذن إحنا النهاردة إلى حد كبير جدا فيه تحالفات إقليمية مصر دخل فيها سواء في جمع الدول العربية تحالف القوي جدا ما بين مصر والسعودية ودول الخليج والأمارات بالتحديد وتكاملي والتحالفات دي كلها علشان نكمل ناحية اقتصادية مع بعض علاوة على مصر دورها الرئيسي في الاتحاد الأفريقي في منظمة الكوميسا مصر عندها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي مع الدول شارع أسيا إذن إحنا النهاردة بقينا فعلا مركز إقليمي في وسط العالم موقعنا كمان الجغرافي بيحتم على العالم أن يتعامل مع مصر كدولة محورية رائدة وإحنا زي ما قال معالي وزير التكنولوجيا المعلومات من شوية أن إحنا النهاردة بقينا مركز إقليمي للتكنولوجيا في العالم جميع الشركات العالمية التي تعمل مراكزها للبيانات عندنا في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس لأنها معبر الكابلات البحرية بيستفيدوا منها كمان عندنا مجموعة كبيرة جدا من الشباب الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات بقى إحنا عايزين نوطن تكنولوجيا المعلومات عندنا بالتعاون مع الشركات العالمية ولا اللي شايفوا الحقيقة يعني أنا عشت بره أكتر من 40 سنة الحقيقة في خمطة رئيس عفتاح السيسي لولا الدعم القوي للقيادة السياسية باستخدامات التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة ما كناش وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأن النهاردة تكنولوجيا المعلومات بتساهم بأكتر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي المصر وفي نفس الوقت نسبة التصارع فيها أكتر من 17% إذن إحنا النهاردة بنعتمد على التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة سواء الصناعة سواء الزراعة سواء في مجالات البحث العلمي والتعليم والصحة إذن أنا شايف أن مصر النهاردة الحمد لله بتتبوأ مكانة عالمية كبيرة وخاصة في قمة 27 ستكون مختلفة عن كل القمة من اللي فاتت اللي خدنا فيها وعود كتيرة عشان كده لما في قمة الرئيس كان موجود في جلاسكو العام الماضي قال لهم أنا عايز قمة شرم الشيخ الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ للمشروعات الصديقة للبيئة وأهم موضوع مطروح هنا وجهة نظري هو التمويل صحيح التمويل بينقسم جزئين لإما منح من الدول المصدرة والملوسة للبيئة للدول النمية لإما عبارة عن تمويل منخفض التكلفة والفايدة من المنظمات الدولية وصندوق الاستثمار الدولية للدول اللي هتعمل مشروعات صديقة للبيئة وهنا أخص مصر أنه مصر أصدرت سندات اسمها السندات الخضراء يعني إيه السندات؟ السندات دايما أداة دين يعني أنا بروح أقترض من صندوق نقد الدولي أو أي سندوق استثمارية برا عشان نعمل مشروع بيقول لي مثلا على سبيل المثال فايدتك 2% لما قلوا أنا هعمل مشروع صديق للبيئة حوالي الطاقة ممكن يداني بواحد في المية أو نص إحنا خدنا السنة اللي فاتت حوالي 750 مليون دولار بالسندات الخضراء إذن إحنا من الدول الرائدة حتى اللي بنبتكر لما نقترض لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة هتحافظ على صحة الإنسان وصحة الحيوان والزراعة والحياة برية والبحرية بنبتكر طرق جديدة وزي ما قال برضو معالي السفير في اللقاء اللي فات إن إحنا النهاردة لازم أبتكر طرق جديدة للتمويل مش أروح لأي مؤسسة سلفيني يديني قارب لأ لازم أبتكر إن أدخلوا شريك استراتيجي معايا بشكل معين أحفزوا في مشروعات مبتقرة جديدة أخلي عنده شغف إنه يمول هذه المشروعات إحنا زي ما عندنا مثلا المشروع حياة كريمة حيتصرف عليه أكتر من تريليون طب هو ده حيوفر إيه؟ حيوفر حياة كريمة بمياه نظيفة بطاقة نظيفة لحوالي ما يقرب من 60 مليون شخص إذا حلم كله النهاردة والأمم المتحدة مختراه أهم مشروع تنموي في العالم ليه؟ لأنه مشروع صديق للبيئة في النهاية هو دي النوعية المشروعية ويجمع كل المعايير اللي نصت عليها الأمم المتحدة ليكونها تكون من المشروعات التنموية مبادرة حياة كريمة لكن في حياة حقيقة أشرت أنه نقطة مهمة جداً يا دكتور عبدالرهيب النقطة ألا وهي أن مصر لديها نظرة مستقبلية ودي ما كانتش هتتحقق أبداً إلا بقيادة سياسية وعية تدرك أهمية التكنولوجيا وأهمية البحث العلمي وتطويعه في تأمين مستقبل الأجيال القادمة لكن كان فيه تصريح أيضاً هام لسيد الرئيس منذ يومين أثناء قمة القادة لمواكة التغيرات المناخية قال إن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل وللأسف أغلب الدول النامية يعني نصيب الفرض فيها قليل جداً هل من الممكن أن تصبح مصر مصدرة للهيدروجين الأخضر؟ أنا أعتقد مصر النهاردة معبر لتصدير الطاقة لأوروبا والدول العربية إحنا عندنا أولاً ربط قهربائي مع جميع الدول العربية ومع أوروبا عندنا ربط في الغاز مع أوروبا ومع الدول المجاورة إذن إحنا برضو عندنا فرصة كبيرة جداً في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس زي ما يتم التوقيع هيكون مجموعة كبيرة جداً من المصانع المنتجة للهيدروجين الأخضر ليه أولاً إحنا دولة رائدة في عدد الخبراء اللي يجب أن يعملوا في مجالات قطاع البترول والمشتقات بتاعته والمجال الكيميائي بشكل عام إذن أنت مش بس عايز استثمارات يعني في دول ما عندهاش هذه الخبراء ما عندهنا خبراء عالميين في هذا المجال لا دا أقول ولكن القصق دا أهم من رأس الماء إذن أنت بس محتاج دعم من بعض المنظمات الدولية تستثمر هذا طب أوروبا النهاردة بتاخد كتير جداً من الطاقة من مصر دول العربية بتاخد كتير من الطاقة من مصر إذن إحنا النهاردة ممكن نكون فعلاً المركز الإقليمي المحوري اللي يربط ما بين أوروبا وأفريقيا وأسيا في هذا المجال أنا أعتقد إن شاء الله هنطلع من خلال هذا المؤتمر أنا أعتقد كوب 27 هيكون من أهم المؤتمرات في تاريخ يعني اتفاقات الأطراف الأمم المتحدة للتغير المناخي سواء اللي قبله سواء اللي بعده لأنه النهاردة المؤتمرات العالمية اللي احنا شفناها كان بيبقى رئيس الدولة بيحضر افتتاح ويمسي النهاردة فخامة رئيس عرفتاح السيسي ودولة معالي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلهم بيحضروا كل الجلسات وده دافع قوي جدا إن فيه التزام من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتعهدتها صحيح فإذا أنا شايف إن احنا النهاردة عطعنا شوت كبير جدا في هذا المؤتمر وأعتقد هيعود على دول العربية وأفريقيا ومصر بمشروعات تنموية صديقة للبيئة إن شاء الله هتكون إلى حد كبير تؤدي إلى رفاهية الإنسان وهو ده المطلوب في النهاية إن الإنسان يحيى حياة كريمة دكتور يعني تضافر أجهزة الدولة بمختلف يعني تخصصاتها في إنها تنشر الفكرة القائمة على إن نحافظ إزاي على البيئة ونتعامل مع التغيرات المناخية الموجودة حتى وجود داعب في مناهج التعليمية بالنسبة للأطفال بحيث نحن ننشئ جيل قادم قادر يفهم إيه اللي بيحصل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر في الفترة القادمة ممكن يوصلنا لإن إحنا يبقى عندنا شبكة كهربائية بنسبة أو نقدر نخزن طاقة لشبكة الكهرباء بنسبة متجددة مية في المية تقدر تعوض العجز اللي ممكن يبقى موجود الموسمي الموجود في طاقة الرياح أو الشمس أو الطاقة الشمسية أو اللي بتحصل حسب التغيرات اللي موجودة في تعاقب فصول السنة ده ممكن يخلينا الفترة القادمة نوصل عالميا لإنهاء المجال اللي بيحصل فيه يعني نوع من أنواع التكالب على مصادر الطاقة الرئيسية الغير متجددة يعني يعمل عدالة جديدة ما بين الدول الأقل حظا كانت في التنمية والدول العظمى ما يبقاش بقى الموضوع بعد كده معتمدة على استنفاذ خيرات كثيرة هو الحقيقة طبعا العالم مواضع هدف رئيسي أنه بحلول عام 20-50 يكون زيرو كربون أولا ده تحدي ضخم جدا جدا فيه اتجاهات مختلفة يعني على سبيل المثال العالم النهاردة بيتجه إلى صناعة الليثيوم الليثيوم بقت مادة رئيسية في صناعة البطاريات سواء للموبايلات والحاسبات والسيارات القهربائية وكمان في محطات الطاقة الشمسية هي محطات الطاقة الشمسية بتولي الطاقة فترة النهار طب لو أنت عايز تستخدمها بالليل إذا لازم تخزينها طب بيحاولوا يعملوا النهاردة نوع من البطاريات الضخمة اللي تخزن هذه الطاقة دي أول حاجة في حلول النهاردة من الأبحاث بتقول إيه إحنا هنعمل محطات طاقة شمسية في الجو طب هعمل طاقة شمسية في الجو إزاي وحتبعت الطاقة اللي خزنتها عبر موجات قهر ومغنيتسية للأرض دي نقطة إحنا فيه اتجاه النهاردة إن وسائل النقل كلها تستخدم الطاقة الشمسية يعني ممكن مستقبلا يبقى جسم السيارة نفسه أو جسم الطيارة هو خلايا شمسية تمتص الطاقة وتتحرك بيها زي ما فيه محطة الفضاء الدولية اللي بقى لعدة سنوات في الفضاء الخارجي بتدار تماما بالطاقة الشمسية إذن زي ما قالت الأستاذة مننا إحنا فعلا محتاجين النهاردة إن نخلي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي الطاقة يعني أتمنى من كل بيت النهاردة أيا كان وكل مصنع يكون سطح يتوجه له ألواح شمسية تدار على الأقل خالص في المرحلة الأولى مرحلة النهار طيب أنا بس علشان عذرا لأننا يعني الفقرة عندنا يعني أوشكت أو انتهت بالفعل لكن أنا في حضرة وجود حضرتك لازم أسأل لأن حقيقة قلت حاجة مهمة أوي إن مصر مركز بيربط ما بين أسيا وأفريقيا وأوروبا هل ده سبب رئيسي بيخلي فيه نوع من أنواع التكالب وبيخلي فيه نوع من وجود بعض المتربصين بمصر لما قد تتبوأوا مستقبلا شوف حضرتك الشجرة المسمرة دايما تقزف بالطوبة أولا الدكتور كمال حمدان رحمة الله عليه قال مصر إيه دعا بقرية المكان أنت في مكان في متوسط ما بين ثلاث قرات دي أول نقطة ثم عندنا مصر مستهدفة منذ ألاف السنين لموقعها المتميز الفريد ولحضارتها الفريدة أنت مصر ولدت قبل التاريخ طب النقطة الأهم كمان الحقيقة القيادة السياسية الوعية مصر دايما عندنا قيادات وعية إحنا ربنا حابة مصر بقيادة فخامة الرئيس عرفتاح السيسي في أحلك الظروف العالمية نجا بالسفينة وطورها ونماها وإحنا تاني إحنا أكبر اقتصاد في أفراقيا تاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية رغم الأزمات إحنا تطورنا بشكل كبير جدا في مؤشرات التنافسية العالمية إحنا بينا مثلا على سبيل المثال في مجال الاتصالات الانترنت إحنا الدولة رقم واحد في أفراق الصحيح محتاجين أكتر لكن إحنا النهاردة لما أنت تطلق القمر الصناعة طيبة واحد لاتصالات فائق السرعة والانترنت عريض النطاق إذا أنت بتحاول تغطي مساحة مصر كلها بانترنت ليه؟ علشان خدمة التنمية خدمة الاستثمار خدمة التعليم عن بعد خدمة تقديم الخدمات الصحية والتحول الرقمي للقرى والأطراف اللي عايشة فيه الواد الجديد أو في سينة أو في حلايب وتشكى والسلاتين وفكرة التنمية اللي بتحصل دي أحيانا بترعب بعض الدول الأخرى وبتخلي يبقى فيه نوع من أنواع يعني الغيرة والتربص لكن يفضل ويظل زي ما حالك قلت مصر ربنا حميها سبحانه وتعالى وقيادة سياسية وطنية مخلصة تريد الخير والنماء والتنمية ليس فقط للأجيال الحالية بل الأجيال المستقبلية أيضا من رشك الحياة الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي إليه على اقتصاد الرقمي شكرا شكرا جزيلا وتحية كبيرة لفخامة الرئيس على فتاح السيسي لأن مصر زي ما حالك قلت هي الدولة الوحيدة اللي ذكرت فيه القرآن